اهلا وسهلا لكل متابعين سطحة اليوفينتوس انا دكتور مروة عبدالغيرق هنتكلم النهاردة باختصار عن موضوع قمر اوي في عيادات الجلدية والتدمير وهو حب الشباب الاكني تقريبا محدش فينا ممرش في مرحلة من مراحل الاكني الاكني لازم نبقى عارفين ان هو انواع واشكال كتير اوي يعني الحرارة بتطلع علينا وساعد بنوعب نسأل عنها ممكن تكون نوع من انواع الاكني البسيط طيب الاكني عبارة عن ايه بيحصل لخبطة سواء هرمونات ومش لازم كل الحالات يبقى فيها لخبطة هرمونات ولا انا عندي مشكلة في الهرمونات لا بس بيكون لخبطة في الجسم وبيكون لخبطة في انتاج السيبن وبيكون لخبطة معاها ممكن في عامل هرموني وفي عامل زيادة عوامل خارجية بتزود حب الشباب لكن يجب أن ندعم أنها حاجه في الجسم يتطلعوا منها انا جسمي في ذلك السنة هيتطلع لحب الشباب و هيوقف في ذلك السنة طيب مدام ما خبطة ندعم ندعم ان حب الشباب هيتطلعها يجب ان الضيادةureجية حجز لغ هوقف العلاج تماما ومش هعمل اي حاجة وبعدين هيرجع لحب الشباب هقول العلاج فشل لا لازم اعرفين ان احنا ما بنلعبش في السبب احنا بنعالج عراج طيب ده معناه ان انا هستمر في العلاج بتاع حب الشباب هستمر لغاية مجسني ما جيناتي تقول ان الحب الشباب هيقف في السن ده طب انا بعالج حب الشباب اولا عشان ما ظهر والاهم كمان ان اثار حب الشباب اسوأ في علاجها بكتير سواء التصبغات اللي بتتساب او الاسوأ الندوات علاج الندوات والتصبغات اصعب كتير من علاج حب الشباب طب انا اعمل ايه؟ انا اروح استشير الدكتور عشان يحددلي العلاج المناسب ليا العلاج المناسب ليا بيكون غالبا غسول مهم بيبقى في مواطفة عالة معينة عشان تقلل انتاج السيبو وتعمل زي تقشير لطبقات الجلد وتشيل كل الدورت اللي موجوده نتيجة السيبو ونتيجة الخلايا الميته وهيبقى في حاجه بتزبط بتعالج الاكني وحاجه بتعالج او بتحمي من التصبغات سواء انا جاي للتصبغات اصلا من الحجوب اللي طلعتلي او تحميني ان يحصل لتصبغات من الحجوب اللي بتطلعني من الاكني فده العلاج الهوم كار الطابيكال الموضوعي في حالات بتحتاج معاها اقراس بس ما نستسهلش الاقراس لان الاقراس حاجه سيستامي حاجه ممكن تأثر على حاجات تانية جدا في ديسني فمحتاجه فقوصات مستمرة ولازم يبقى كل على حسب كل بيشن من اسبوعين لشهر في فقوصات بتتعامل عشان ناخد البرسكريبشن بتاعها حاجه حلوه بقى في علاج حب الشباب ان هو علاج حب الشباب ده نفسه تقريبا هو علاج هيحسن بشرتي عموما هيديني نضارة هيديني توحيد لون مش بس هيعالاج لحب الشباب فمش معناها انا بس عالاج حب الشباب ويقعد طول فترة حب الشباب باخد علاج مش هيفتني في حاجه تانية لا هو هيفتني في كل مشاكل بشرتي وهيحسن بشرتي كلها طيب نيجي بقى لو انا عندي حب الشباب وعندي خلاص اثار لي اللي هو سواء تصبغات زي ما احنا قلنا أو ندبات علاج التصبغات جزء منها على الموضوع وجزء منها علاج لازم يبقى في الكلانك لحاجات اقوى شوية عشان التصبغات العميقة طيب الندبات غالبا علاجها حاجات في الكلانك حاجات اقوى كتير عشان دهي انحفرة وهو تجلد فعلاجها مش حاجة سهلة عشان كده نرجع نأكل لو انا عندي اي نوع من انواع الحرارة مااخدش من اي حد حاجات سهلة لا اروح استشير دكتور فباختصار حب الشباب حاجة بسيطة قوي لو لحقناها من الاول هنحتاج كام كريم ممكن ما نحتاجش خالص حبوب وممكن نحتاجها وهنمنع المشاكل التانية بتاعتها وهنمنع على نفسنا وقت وفلوس وجهة كتير قوي بس انتي روح استشير دكتور وخالص الموضوع هبقى سهل جدا وحب اشكر صفحة اليومينتوس على نشرها لفيديوهات هدفة ومعلومات طبية وطبعا اي اسئلة حابين تسألوها عن الموضوع ده اكتر بتفاصيل اكتر اسألوني وهنرد عليكو على طول ان شاء الله وإشبك أو رائع فيديوهتان هم شكرا